برحب حضرتكم مرة تانية في البيت الكبير أو فقراتنا الحوارية النهاردة مع الناقد المتميز الناقد الرياضي في جريدة الأهرام لأستاذ محمد الأوسي أستاذ محمد برحب بي في البيت الكبير أهلا بي كابتن هاد سعيد بتواجد مع حضرتك وتحاية لك وتحاية الكل ومشاهدة قناة الأهل وجمهور الأهل في كل مرة نورنا منورنا أستاذ محمد خلينا قبل ما نبدأ في قرط القدم نبدأ بيمكن البيانة الأصدره النادي الأهلي لاتحاد قرط اليد بناء على يمكن مقترح أو قرار صعب جداً تنفيذه والنادي الأهلي دايماً بيحافظ على حقوق بيحافظ كمان على حقوق الأندية بشكل كبير شفت أولاً القرار إزاي وشفت كمان من رؤيتك يعني جواب أو يعني القرار القرار النادي الأهلي في عدم المشاركة هو يعني قرار التحدي اليد الخاص باستكمال المسابقة الموسم الماضي بقوام الموسم الماضي في الموسم الجديد اللي قطعنا منه تقريباً منتصفه قرار ليس صعب تنفيذه ده مستحيل تنفيذه يعني إنت إزاي أنا كان عندي قايمة في الموسم القديم وعندي لعيبة والموسم انتهى وبدأت موسم جديد بقايمة جديدة ومشي من عندي سبع لعيبة منهم ثلاثة بر مصر يعني ده حاجات غريبة جداً بتحصل لما تقول إنك من حقك إنك تستعين باللعيبة اللي كانت معاك الموسم الماضي اللي هي راحت فرق تانية وبتلعب لفرق تانية جوة مصر أو بره مصر عشان لعبه معاك ثلاث مبارات في الدورة في الموسم اللي فات حاجاتك بص ما مش ممكن تحصل في العالم طب هو يعني الفكرة هو اللي خد القرار خده إزاي يعني دايماً لما الواحد بياخد قرار بناءً على يعني على دلائل بناءً على عايز يرفع من قيمة اللاعب طبعاً من الاتحادات اللي أنا بعتز بيها في مصر الاتحاد اليد الحقيقة الاتحاد ليه نشاطات كبيرة ولنجاحات عظيمة على كل مستواته ومسابقاته دايماً جميلة يعني بس اللي حصل في النقطة دي تحديداً يعني فيه حاجات كده غير مظبوطة وحاجات غير مفهومة لو رجعنا الوراء تقريباً أزمة كورونا بعد ما توقف النشاط تماماً في مصر وبعد كده النشاط ده رجع لنا تاني وكان النادي الأهلي يرفع راية عودة النشاط في كل المسابقات منها كرة القدم ورجع كرة القدم وليها وثبت صحة موقف النادي الأهلي أن الدورة رجع والناس رجعت الناس حتى اللي كانوا معارضين يعني اعترفوا بموقفنا الأهلي السليم اتحاد اليد كان من أول الاتحادات اللي جاته أعلن خد قرار عن تاري كده مع نفسه وأعلن إلغاء المسابقة وأرغم على العودة فيه خلال 48 ساعة بعد عودة الدورة المصر يعني هو أخذ قرار بإلغاء بطولة اليد إزاي بتلغى بطولة اليد وإنت كان عندك بطولة كاس العلم بعد 4 شهور فطبعا يعني الدنيا قامت ويجتجت وحتى تحاد الدولي أبدا غدا وموضوع إزاي انت مش عارف تنظم بطولة وهتطبع ما تنزل عندك كاس عالم طبعا والدولة المصرية تدخلت ما نمرجع كرة القدم إزاي مش هترجع لدور اليد واصلا دور اليد كان بقى فيه 3-4 مدشاط الدنيا شبه خلصانة كان يقدر يلعبهم في جولتين ثلاثة وخلصة القصر لكن هو أخذ هذا القرار عن تاري ورجع فيه وتراجع فيه بشكل كبير جدا وده تأكيد لمقف النادي أهل كان النادي أهل النادي الوحيد في مصر اللي رافض الغاء موسم دور اليد والأهل الطالب باستكمال الموسم لكن هم أصروا إن ما يستكملوش وقالوا إن احنا طب خلاص دور اليد ده حنلعب الموسم القديم بس هنبدأ الموسم الجديد الأول بمنطق غريب جدا يعني خلاص طيب يعني هتلعب الموسم الجديد في أي وقت تقرر فيه استكمال الموسم القديم يبقى بالقايم الجديدة زي ما بحصل في دور كرة القدم يعني لو جينا نلعب ماتش السوبر اللي هو بتاع السامن اللي فاتت هنجيب قايمة الآن الموسم اللي فات نلعب بيها ولا نلعب بالقايمة اللي موجودة دلوقتي نعم الشيء غريب جدا بالقايمة اللي موجودة دلوقتي يعني ده حتى الدوري في المركاتو الشتوي لعبة بتتنقل هنا ولعبة بتروح هنا الدنيا بتتشأل في معضيها فلازم بتلعب بالقايمة المتسجلة عندك حالية ففجرنا بالتحاد اليد بيقرر اللعب الموسم القديم بالقايمة طبعا كلام غير منطقي وكلام غير واضح وكلام ملوش أي مبرر وكلام ما اعتقدش إن أي حد في العالم هيقباله يعني الأهلي لو لجأ للتحاد الدولى موقوفه الصريح الأهلي لو لجأ للتحاد الأفريقة موقوفه أي جهة العالية على المستوى القانوني تؤصل طبعا على المستوى اللوايح والقوانين أي جهة هيلجأ إليها النادي الأهلي يحتفظ بحقه في هذا الأمر عشان كده النادي الأهلي طلع يرفض هذا القرار إنه مش يقدر يستكمل موسم بالشكل ده عايز تلعب الموسم العديم خلاص إلعابه بالقايم الجديدة اللي عندي العبت دلوقتي أنا أجيب عندي فيه تلات لعبة في النادي الأهلي. عمر حجاج في كلباء الإمارات. كان مقيد في قيمة أهل السنة اللي فات. محمود فايز في الشرق الإماراتي. مش موجود. أجيبه إزاي. أحمد خير في رومانيا. ولعب تاني معارف في بولندا. وبالتلات أربعة لعبة في أندية تانية. حتى اللعبة اللي في الأندية التانية دي هتكون بتلعب في لعبة وبتستعد المطشات في الدور اللي احنا بنلعبه حاليا. إزاي أنا أديك تلات أربعة لعبة؟ إزاي أصلاً هتبعت للعب تقول له تعالى. وإزاي هتخاطب النادي اللي هو بيلعب يعني. وإزاي هتحزبه. أه؟ وأنا ليه قديك لعبة أه؟ قدي النادي لعبة يروح يلعب بها ماتش الزمالك ماتشات إليه جداً وماتشات الزمالك وسبورتنج والأربعة تلات أربعة ماتشات أو الماتشين دولار. وممكن توصل لماتش فاصل كمان. طب وأنا يعني لعبتي تتفرم ليه معاك وتتعب ليه معاك وممكن واحد يجيني مصاب من اللي هيعالجه. يعالجه النادي الأهلي. ولا يعال والتحاد اليد ولا يرجع النادي الأديم يتعلج معاه. طبعاً نوع من اللخبطة الغير منطقية والغير مفهومة عملها الاتحاد اليد. إذن موقف النادي الأهلي قانوناً سليم. النادي الأهلي طبعاً لما بياخد قرار لازم بيفكر بيه وبيدرسه بمنتهى الدقة. ما بيطلعش الاهلي بيان إلا لما بيدرس كل جانب القضية. شايف إن النادي الأهلي إن هذا القرار يعني غير شارعي. إذن إذا أردت أن تلعب المسلم الجديد فالعبه بالقوام الجديد. أما اللعب من القوام المس مش هينفع طبعاً. طيب لو التحاد اليد يعني غض الطرف. أو أصر مثلاً على موقف. وأصر على هذا موقف. طبعاً الأهلي مش هيسكت. هيلجأ للجهات التصعيد في هذا الأمر. حفظاً على حقه. والأهلي أكد في نهاية بيانه إن سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقه ووضعيته إن هو يلعب تبقى القوام. لأن النظام ده مش معمول في أي اتحاد في العالم. حتى أعتقد أن التحاد اليد استشار لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي. ورفضت هذا الكلام. وهناك اصرار على تطبي أعتقد أنه يعني ربما يكون الهوى أو الغرض معين الله أعلم مع كل التقدير المسلمين في تحاد كرة اليد. لكن هذا كلام غير منطقي وغير مفهوم. إذا أردت أن تلعب ما توقع من مباريات في الموسم الماضي فعليك أن تلعبه بالقوام الموجودة حالياً في الأندية. يعني احتراماً للمنطق واحتراماً لعقولنا. يعني ما ينفعش طبعاً أن تعمل كده. صحيح صحيح. ودائماً زي ما حضرك بتقول النادي الأهلي لما بيطلع قرار أو بيبعد بيان. بيكون درسه على المستوى على مستوى مصلحة النادي. على مستوى الفني. وكمان على مستوى اللوايح والقوانين. وعملية التصعيد بتيجي خطوة خطوة. هو أرسل الاتحاد الكورت اليد. هذا البيان. يعني بيقوله. الجزء الثاني لو أصر الاتحاد الكورت اليد. حيبقى فيه تصعيد على المستوى الدولي. واللوايح والقوانين بتضمن حق النادي الأهلي. واعتقد مش بس النادي الأهلي هو. يعني أي نادي تاني من المستحيل يطبق هذا البند. يعني مش ممكن. طبعا يا جماعة يعني انا ازاي كان عندي سبع لعيبة مشوا وجبت سبع لعيبة جداد وبالعب بيهم بقالي شهور طب هجب اللي مش ازاي ولعب ازاي يعني كلام غير منفووم بالمناسبة التحاد دوليد بيصدر يعني بيعلن الحكم الرسمي بيقاف المهندسة جام نصر رئيس التحاد المصر كورت اليد لمدة سنة كاملة وانطلع حيثيات الحكم والقانون وكل الامور اللي طبعا اللي اسمعنا عليها في الايام الاخيرة يعني القرار وصل رسميا واعلن رسميا بيقاف رئيس التحاد المصر كورت اليد الفقاء طبعا المباراة اللي اتحدى دي كان بيتكلم على القرار اللي طلع رسميا من الاتحاد الدولي الكورت اليد طيب نروح من كورت اليد وليه فرقتنا فريق النادي الاهلي ويمكن في الانترو قدمنا الجدول او الاجندة بتاعت النادي الاهلي على مستوى المحلي على المستوى القاري على مستوى كاس مصر على المستوى السوبر الافريكي يمكن لسه متحددش معه ده السوبر المصري مباريات مطلحقة جدا ويمكن في مباريات تفصل بيفسط لهم عن بعض يمكن 48 ساعة كمان مش 3 أيام. شايف ده إزاي وإزاي إحنا كمان كنادي أهلي مطلوب مننا البطولات ديت ومطلوب مننا إن إحنا دايما نكون نمر واحد يتعامل مع هذا الجدول المكسف يعني تمام يعني ده طبعا ده قدر نادي أهلي أو فريق كبير بحاجة بنادي أهلي بيلعب في كل البطولات عم تلعب في الدوري وفي الكات وبتزيد اللي هو دور الأبطال الأفريقي اللي طبعا بيشارك كفيد زمالك وفيه بيرامز في كونفدرالية يعني فطبعا جدول مضغوط ما بليد حيلة يعني عشان تقدر تنجز هذا الجدول وتقدر تني هذا الموسم الصعب الشق اللي برضو حيستمر روقات طويل جدا يعني بس لكن مهم جدا أنك تكون جاهز للأمور دي ومهم جدا أنك تكون جاهز للمباريات دي وده يفسر أو يبرر طبعا إن يكون عندك عاد كبير جدا جاهز من اللاعبين إن يكون عندك دكة كبيرة جدا إن يكون عندك لعبة في أكتر من مركز بحيث لما لعب منك يقع تلاقي البديل شفنا ويعمل لالي أكتر مركز يعني شفنا علي معلول والواحد من الأعمدة المهمة جدا في نادي الالي تعرض لإصابة ظهر محمود وحيد وقده بشكل جيد شفنا حسين الشحات مش موجود شفنا الناصر مهر ناصر شفنا عادة كبير جدا من صلاح محسن طهر محمد طهر فورد جدا إن يقع منك عادة كبير جدا من اللاعبة وبالتالي لابد أن يكون جاهز وأنا شاف إن أحسن اتحاد الكرة لما خلي القيمة 35 لعب لأن عارف إن كنت دخل على موسم شاق وحتعرض فيه ضغوطات كبيرة جدا وده حيثب في إصابات كثيرة جدا لعدد من اللاعبة فده يصب في مصلحة نادي الاهلي زي ما يصب في مصلحة كل الأندية أتمنى نادي الاهلي طبعا يتجاوز المرحلة دي لأن فعلا المرحلة اللي جاية دي في شهر مال شهر إبريل مرحلة صعبة جدا 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 إن شاء الله يقدر يتخطى ويامل أهلي مر بحاجات زي كده لسي يامل أهلي لسه عنده كمان مباراة مؤجلة في الدوري يعني برضو مشاركة الأهلي في كاس يعني أعتبر شارك في أربع مباراة في هذا الموسم يعني منهم الدوري طبعا وعندك الكاس وعندك دور الأبطال وعندك كاس العالم الأندية كل ده عمل ضغوطات كبيرة على النادي الاهلي إن شاء الله أعتقد نقدر نتجاوز هذه المرحلة نقدر نتجاوز المباراة دي بشغل فني وبدني يعملوا الجهاز الفني ده طبيعة الأندية الكبيرة والنادي الاهلي من الأندية العالمية دلوقتي الأندية العالمية الكبيرة أكيد لو كلمنا عن المان سيتي بيمر برضو يمكن مباراة بتوصل لخمسين وستين مباراة في الموسم الواحد نتيجة التوالي أو الشراكة في المسابقات كتيرة جدا فده طبيعي وده يعني قدر النادي الاهلي ناخد بس منه نطلع شوية إن على مقارنة حتى بالفرعة الأوروبية بيكون عندها متنفس شوية إمتى يكون عندنا أجندة مكسفة لكن يكون عندنا كمان فترات روحة تلاحم المواسم دي يا أستاذ محمد من السنة اللي فاتت خلاص دخلنا في سنة جديدة ممكن جدا السيزن الجاي ما يكونش في فترات إعداد ويكون في تلاحم إمتى يكون عندنا أجندة يمكن لطاولة الأجل ويبقى فيه متنفس حتى للجهاز الفني للعيبة للإدارة إنها ترتب أوراقها لأن الموضوع هيبدل ماشي كده الأمور مش هتبقى ما نكلمش عن نادي ليلة بنتكلم على جماعة بشكل عام وإحنا كابتب بشكل عام يعني ما عندناش نظام سابت في المسابقات بتاعتنا يعني يعني إحنا دايما القادم لنا بيبقى مجهول إحنا ماشيين يعني إيه خمس أسابيع خمس أسابيع خمس أسابيع يعني اللي نزلنا ده سبع أسابيع كان ده مش موجود في الدنيا كلها يعني مفروض أنت بتشتغل لكن إحنا في الظروف العادية بيبقى عندنا نوع من الارتباك في الجدول نوع من الارتباك في المسابقة يابلك هذا الموسم يعني نستثن الموسم ده والموسم اللي فات والموسم ده لأن احنا مرينا بظروف كورونا فدي أسرت عملت نوع من تلحم المواسم لكن هل معنى كده تلحم المواسم ده من أيام ما كنت بلعب ما أنا بقول لك يعني هل معنى كده أنه نحن عندنا تلحم مواسم بسبب كورونا قبل كده وكانش عندنا تلاحم مواسم لا كان عندنا تلاحم مواسم برضو وكان عندنا ارتباك في المباريات وكان عندنا تأجيل مباريات وكان عندنا عدم انتظام في المسابق المطلوب ان يكون عندنا لجنة مسابقات بروفيشنال يعني تحط جدول للدوري بشكل كامل قبل الموسم ما يبدأ انه بعرفين هيبدأ امتى وينتهى امتى وعندهم الخارطة كلها موجود يعني السنة دي كان معروف ان النادل هلالعب في كاس العالم الاندية بحل التاهل ومعروف ان هيلعب في دورة الابطال والزمالك في دورة الابطال وكذلك بيرمز في كونفدرالية وكان معاهم المقاولين الحاجات دي كلها معلومة ومعروف كمان الارتباطات اللي ورا المنتخب الوطن والمنتخبات كل حاجة معروفة عندك فليم يبقاش عندك نظام للمسابقات والدنيا تبقى واضحة ومحددة اعتقد ان لو عندنا استقرار في المؤسسة اللي بتدير الكرة في مصر اللي هي اتحاد الكرة اعتقد ان دي تقدر تعمل النظام واضح ومحدد الحقيقة كابتني انا لما مسك المهندس انا بريدة كنت متفائل ان ده يحصل عندنا في مصر بشكل كبير جدا في السنوات الاربع اللي عدت على اعتبار انه هو يعني الراجل ليه خبرات قرية وخبرات دولية كتير جدا ويستطيع بخبراته ان يعمل نوع من الضبط والربط في المسابقة المحلية لان لن تحقق اي نجاح على المستوى الدولي ما لم تكن عندك مسابقة محلية منتظمة ما لم تكن عندك مسابقة محلية قوية يعني مش يكون عندك فرق في دور الابطال ولكنفدرالية قوية ما لم يكن عندك دور ممتاز مصر قوي مش يكون عندك منتخبات قوية بداية من منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاول والمنتخب الانبي ما لم يكن عندك دوريات قوية اللي ابا بتلعب بانتظام والدنيا واضح والدنيا محددة والمدربين عارفين رأسهم من رجليهم وبنسبة المدربين كمان يعني يمكن الكابتن حسام البدري ويمكن كابتن محمد بركات طلع وقال لغاية دلوقتي الكابتن حسام البدري ما اعلنش أو ما استقرش على القايمة النهائية اللي طبعا ليه معسكر حضرتك عارف في مارس الجاية عندنا كينيا وعندنا جزر الأمر فده ربط ما بين الكلام لأن انت لو عندك هذين المسابقات بالشكل انت شايفين طبعا الجهاز الفني بيتابع المباريات بالشكل متواصل من الملعب لكن كمان استقرار المسابقة واستقرار الأندية واستقرار المباريات وده بيساعد أكيد الجهاز الفني للمنتخب انه كمان يحدد بشكل كويس بيتابع بشكل منتظم فيحدد قايمته قبلها بوقت معين عشان ياخد فترة كمان يعني يستعدي فيها بشكل كويس اللي عندنا بطولة استعداداتنا ليها وكمان لسه في تصويرات كاس عالم ده صحيح ده يعني عامل نوع من الدغوطات على كابتال حسان البادر انه هو مش عارف مش عارف يشتغل بشكل واضح وشكل محدد يعني تواريخ اه يعني التواريخ مش محددة يعني شاف سبع جولات تتحددت يبدأ يفكر طب انا الفراغ بتاع اللي انا هشتغل فيه فيه بالزبط كذلك المدربين فالصورة بتبقى غير واضحة يعني فالراجل يعني كان اللوف اهونه كمان يعني مش قادر برضو يطلع لعابة جديدة لان اللعابة الدنيا مش منتظمة بشكل كبير مع ان الدور السنة دي الحقيقة دور قوي دور قوي بشكل عام لكن انت علشان هي كلها منظومة في بعضها اذا انضبطت المنظومة في مجموعة التروس كلها هتلاقي بتلف مع بعضها في الاتجاهات اللي اتحاق المصلحة العامة للاندية بشكل خاص وللكرة المصرية بشكل عام وانا باتفق معك تماما لان كمان تفتكر ان كابتن حسام البدري نتيجة عدم انتظام جدول المسابقة استغنى عن معسكر اكتوبر تفتكر قالك هاستغنى عن معسكر اكتوبر علشان اللعيبة تلعب مباريات وابدأ اشوف اللعيبة لكن انتظام المسابقة اعتقد من اولويات يعني من الطبيعي بنتكلم في حاجة لوجيك احنا في عشرين واحد وعشرين ودور مصري يعني البجت بتاعه بيوصل لمليار ومليار وشوية انتظام المسابقة ده شيء لوجيك لازم يكون موجود يعني بشكل بشكل جديد ده طبيعي يعني حتى حتى كابتن حسام مادرش في اليوم بتاع الفيفا اللي بتلعب العالم كله فيه مباريات منافش يتلعب مباريات وده المفروض ما يبقاش موجود انت المفروض بتلعب مع الكرة العالمية وبتصير مع المنظومة العالمية فما ينفعش اللي بيحصل دوان فاحنا بنناشد الاتحاد الكرة ونتمنى ان المناشد توصل ان يكون في انتظام هناك ويكون في سبات والواحد انا بتتفاعل يعني دايما نكون عندنا امن لازم نتفاعلين اه لازم نتفاعل يعني مش هنتشائم يعني دايما بنتفاعل نحن نوصل للافضل ودايما الناس عان نحن نوصل للافضل لان احنا يعني احنا مش اقل من الدول الكبرى والعظمة اللي فيها دوريات على الاقل نبقى منتظمين مش هقولك نبقى في مستوهم كرويا دلوقتي لكن على الاقل نبقى مستويتنا منتظم الانتظام ده كمان حيزودك فنيا بالزبط علشان يكون عندي كرة كويسة لازم يكون عندي دور كويس دور منتظم دور وضع دور محدد عشان المدربين تعرف تشتغل اللعبة تبقى كويسة مش لعبة تبقى في فترات راحة وبعد كده في ضغط كتير كده في اللعب فالدينة تبقاش مصبوطة مع الناس فيبقى في نوع من الارتباك عند اللعبة وعند المدربين وعند مدربين المنتخبات برضو اللي هو مدرب المنتخب اللي نفسه يختار لعبك دي ده بس مش قادر يستقر على المستوى اللعب لان ده مش هيخلي لك مش هيبيه لك مشتويات سبتة للعبية ففي لعب ضغط المبارات ده ممكن ما بينش ممكن لعب يصابه ولا لعب كوات ما تعرفش تاخده ففي حاجات كتير جدا مرتبطة بالمنظومة وانتظامها اتمنى لو وصلنا للمرحلة دي ان شاء الله بإذن الله ناخد من عودة يعني النادي الآلي لمسابقة الدوري ومبارات طالع الجيش ان شاء الله يوم الحد اللي جاي لكن هاخد قبلها رؤيتك برضو او رأيك في مبارات سيمبا التنزيني تمام هي مباراة مباراة في دور المجموعات وليس المبارات البطولة يعني الاهل خسر جولة او خسر مباراة وما زال لسه قدامه جولات تانية في البطولة فدائما الاهل ما بيشتغل ما بيحسبش بالقطعة ما بيحسبش بالمباراة بيحسب به النتيجة النهاية المحاصلة النهاية فلما ينتهي دور الستاشر كده والاهل يتقاهل لدور الربع النهاية خلاص تبقى الامور واضحة وتبقى الامور حدادة فيبقى الاهل يحقق الهدف هدف الاهل يقيد الوقت من الدور المجموعات ان يتقاهل لدور الربع النهاية فالاهل ماشي فيها جهة طريق ولسه فرصته كبيرة جدا وكبيرة جدا ومن اكبر الفرق اللي موجودة انا ضد فكرة ان احنا نهيل الطراب على المدير الفني وعلى انجازات الفني ومجرد انك يبقى عندك اخفاق في مباراة معينة زي ما عنا عارفين ان ممكن في يوم معين يبقى فيه لعب مش يومه او عدد كبير جدا مش يومهم ممكن يكون الحاكم مش يومه وارد جدا والطبيعة ان المدرب برضو ممكن يبقاش في يومه فيه اخطاء حصلته فيه وردة وفيه اخ ممكن ما يكونش موفق في بعض التغييرات ممكن ما يكونش موفق في بعض التشكيل فيحصل نوع من الاتزاز الفني والتكتك اللي موجود في الفريق فتتعرض لخسارة ممكن يكون تأديري للفريق اللي قدامي في المباراة دي تحديدا ما كانش على المشتوى المطلوب فبالطريق اتعرض لحاجة زي كده صحيح فمسلماني الذي حقق حتى هذه المباراة لم يخسر في اي مباراة بسنام مباراة البايرن اي حد في العالم بيخسر قدامي يمكن لو شفت جوارديولا بيقولك تصريحا لما بشوف البايرن ما بفكرش ان انا اخذ البطولة فكرش في دورة الابطال خلاص في فرقة عظيمة هتاخدها يعني فهو خسر قدام البايرن فلغاية المباراة دي ما كانت تخسر مباراة محقق كل الاهداف محقق كل النتائج واخد نعم مفنش الدورة بشكل كويس مخلص لك دورة الابطال واخد كاسمات راح كاسل عامل عندها واخد برونزية العالم فراجل عامل انجازات عظيمة فضد ان احنا نيجي يعني انا اسف في اللفظ اللي اقوله دلوقتي ان احنا نحول المسلمين من مدرب ناجح عامل انجازات كبيرة الى مدرب فاشل وما ينفعش ونازم نفكر في التغيير وكلام ده كلام غريب الحقيقة على النادي العالي بص انا انا باتفق معاك في كل اللي حضرتك قلته لكن برضو استاذ محمد خلينا نتكلم بكل امانة احنا مش هنحط برضو راسنا في التراب ودايما بنتكلم بعقلانية ونتكلم الصح كان ايه قدينا مباراة ايه على المستوى الفني قدينا مباراة ايه قدينا مباراة ايه على مستوى التشكيل على مستوى التغييرات نعترف بيه ده تماما ان كان فيه عدم عدم رؤية جيدة من الجهاز الفني عدم توفيق من اللعيبة اللعيبة ما كانش بتعمل الواجب بشكل مميز فده لازم نتكلم فيه ودايما بقول لو ما تكلمناش فيه بقى احنا غلطانين في حق الجماهير لكن النقطة اللي بتكلم عليها ان كل ده نتكلم عليه وعندنا اخطاء وشكلنا كان وحش ولكن في نفس الوقت مش دوت اللي هيعطى مسيرة للفرقة ومش ده النقطة اللي هتقدر تقول فيه لا ده احنا نهد المعبت بزبط انا لما بكلمها في الجزية دي انا بانت بص للصورة الكاملة ببص للجماشة كل مباراة انت ماشي كويس جدا انت عثرت في مباراة زي ما تقول اخطاء مدير فني لعبين كل ده معترفين بيه واحدة من اسوق المباراة لنادر الاهلي في الفترة مباراة سيئة جدا والحقيقة نحازين ان احنا نختل من فريد سيمبا التنزاني ايا كانت الفارق الفنية بين الاهلي بين هزة الفريد كبيرة جدا النادر الاهلي ما يدفعش قدام الفرق رغم الظروف اللي كانت موجودة لكن مش شماعة برده مفيش كلام ده يعني ده الكلام لكن انا اللي لاحظته ان فيه ناس كتير جدا فتح النار على موسيماني بشكل غير طبيعي ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش مدرب اخفق في مباراة واحدة كاشت هذا الكلام ومرت به يعني انا بعمل عشر مباراة كويسين واخفق في مباراة اتحاول مدرب فشل طب انا كنت ناجع ازاي في مباراة اللي عدت ده الفكرة انا بتكلم بيها لكن لو قدنا جزئية دي اطعنا مباراة سيمبا التنزاني وتكلمنا عنها لا لا ده الاهلي ولا ده المدينة الفني ولا ده مزميل للحق ولا ده كل الكلام ده بالتكلم عملية النقد لا لا ده النقد يعني النقد البناء ده برضو السادة المشاهدين يفهموا النقد البناء مش معناه ان احنا لما فيكم مباراة وحشة ان احنا لا بلغة السوشيال ميدنا نطبل لا ده مش ده النقد البناء النقد البناء انك لما بتقيم مدرب النهار ده موسيماني في بعض كمان المباراة اللي قبل كده كان فيه اخطاء فنية بتحصل الممكن النتيجة كان بتغطي شوية لكن فيه اخطاء ومن حقك انك تقول رأيك ومن حقك انك تنتقد لانك بتحب النادي وبتحب الكيان لكن تحت حبك للكيان ده ما تهدش يعني اه ممكن تقول فيه اخطاء يا جماعة خلي بالك ولازم لازم يتشد ولازم نقعد معاه ولازم نتكلم معاه لان ده النادي الاهلي وما ينفعش نظهر كده ده حلو قوي تماما لكن اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده مدرب ما عندهش فكرة ده لازم يمشي ده النقد بقى الهدام مش البنائي ده الكامل اللي حتى بتكلم عليه ويمكن اكبر دليل على الكامل اللي حتى بتقول دهوقتي هو اجتماع كابتن محمود الخطيب تشبوط النهاردة مع الجاز الفني ومع اللعبة مع علاج نتال تخطيب يعني النهاردة وكانش فيه تمرير الفرقة فالرسة اللي جعبوا كلين الكابتن الخطيب يجيب الفرقة على العاشة ويقعد معاها مكلم مع ده اجتماع مغلق مع البيتس المسلماني واجتماع مع اللعبة وكلام عن اللوايح وعن مرحلة جاية وعن اقاب وعن ثواب ده دليل ان فيه حاجة طبعا فلابد من واحد الادارة تحركت بسرعة في هذا الاتجاه ورسالة بتوصل لمدير الفن ورسالة بتوصل اكيد مؤكد رسالة بتوصل لمدير الفن وما اكد مدير الفن هيرجع حسابات ويرخص في هذا الموضوع ده الفكرة وكمان دوري كابتن محمود الخطيب في الادوار والتوقاتات الصح بيخش فيها كرئيس للنادي وزي ما بقول دايما التون الصوت بيختلف كان فيه نوع من أنواع لوم الاب اللي ولاده على الاداء وعلى النتيجة وكان فيه رسالة وصلت لمسلماني بشكل كبير ده على كابتن محمود الخطيب دايما مع فرقته ونبتكر السنة اللي فاتت وقفته مع الفرقة في الوداد وووو لكن كمان كابتن محمود الخطيب كمان على الجانب الإنساني ما بينساش رموز النادي الأهلي زيارته لأسرة الكابتن الراحل كابتن سابت البطل ده كمان بيدل إن كابتن محمود الخطيب بالرغم انشغالاته في حاجات كتيرة جدا لكن الصورة يمكن حضراتكم شايفينها إن زيارة الكابتن محمود الخطيب لأسرة طبعا الصورة الراحل كابتن سابت البطل قد ايه بتنم على أولا روح النادي الأهلي وبتنم كمان على شخصية الكابتن محمود الخطيب كرئيس لمؤسسة كبيرة جدا ما بننساش أبطالنا ما بننساش ولادنا اللي خدمونا ما بننساش الرموز اللي يمكن حفرت اسماءها في تاريخ النادي الأهلي يا أستاذ محمد ده مهم جدا طبعا طبعا هي يعني لأت تماما لكابتن محمود الخطيب ودائما هو يعني بيحرص على هذه الوجبات مع نجوم النادي الأهلي أن الرجل الذي أعطى للنادي الأهلي لا يمكن أن ننساه مهما بعد عننا عليه رحمة الله طبعا كابتن سابت البطل من الرموز النادي الأهلي يعني أعتبر يعني يعني أضى لحظاته الأخيرة في الملعب وهو بيخدم النادي الأهلي في عز أزمته والمشهد اللي شفناه بالبطنية هو قاعد بتعبان وبيعاني ورغم ذلك يعني مصر أنه يقدم حتى لو يقدم روحه في دائل النادي الأهلي فهو مستمر فلازم يكون يعني الجزاء يعني يعني من جنس العمل من نابه هو كان وافل النادي الأهلي فلازم النادي الأهلي يكون وافل بالنسبة له والخطيب لما بيقدم اللقطة دي مش بيقدمها كمحمود الخطيب بيقدمها كنادي أهلي طبعا النادي الأهلي كل كابتن سابت ما بينساكش النادي الأهلي بيتذكرك في ذكرى رحيله عليه رحمة الله يعني وطبعا كل التقدير لأسرته الكبيرة واعتقد أنه دي يعني برضو تهون على أسرته بشكل كبير جدا وتؤكد النادي الأهلي دايما بيقدر رموزه بيقدر أبنائه بيقف مع ما في الشك طب نروح مع حضرتك لملف الدوري المصري ونبدأ مباراة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي مع طلاق على الجيش شايف المباراة عمتا مباراة النادي الأهلي بتبقى ازاي بعد التعصر في نتيجة أو التعصر في أداء شايف ممكن تكون مباراة طلاق على الجيش مش هقول مصالحة الجماهير ولكن عودة للانتصارات بشكل أداء وبشكل نتيجة كبيرة ده طبعا بصلا كابتن طبعا يعني دايما الأهلي لما بتعرض لبعض الكبوات بتكون المباراة الأخيرة بالنسبة له مفهاش تهريج مباراة مهمة جدا مباراة حاسمة ولا تقبل أي تهاون بأي شكل أشكال لأنه مؤكد منه أنه هتشوف حماس كبير جدا هتشوف أداء قوي جدا هتشوف إطرار على الفوج هتشوف لعب على مدار التسعين هتشوف شكل مختلف للأهلي والأهلي معود الناس ومعود جمهوره على هذا الأداء طول الوقت دايما لما بيكون فيه تعصر بتكون مباراة القادمة يعني حتى أن الفريق المنافس بيقول أنا حتى زوحش أنه جاي للأهلي بعد هذه المباراة يعني طبعا الفريق الثاني فريق طلعا الجيش بيمر بظروف صعبة طبعا في الدورة لكن من الفرق القوية ومن فرق المميزة لا سيما بعد تغيير الإدارة الفنية واتقول لكابتن عبد الحميد بسيوني خرفا لكابتن طري العشر مهمة الفنية والاثنين من المدربين المميزين لكن أحيانا فيه ظروف بتحكس عن المتاع نجح كابتن عبد الحميد بسيوني في انتشال الفريق من المعنويات السيال اللي كان بمر منها والهزائم والمتاع وحس النتائج بعض الشيء وقدر يزبط أداء الفريق فنية وتكتكية أعتقد المباراة لن تكون سهل على النادل الأهلي بأي شكل من الأشكال تكتكر مباراة الكاس كمان مباراة النهاية كاس مصر وعمل مباراة عظيمة اللي وصلت للحظات الأخيرة فالفريق فيه مجموعة من اللعاب المميزين أعتقد أن المباراة موجود مع الفرق اللي غاب عنه طبعا للإقاف في الأفريقية وخلاص المطشين بتوع أفريقيا انتهى بالنسبة له ده مهم جدا بالنسبة لنهاية طبعا علي معلول لسه عنده ربما يكون قدام أسبوع لسه برضو وليد سليمان ووشرة برضو ناصر مهر هيبدأ يرجع خلال أيام القرية القادمة وكريم ندفت في التأهيل برضو كلها ده لعبة من العباء الأساسية على المقدمة لسه بعد ماين كل المؤجلات بتاعته صحيح ده مهم جدا ان شاء الله بداية يعني بداية مشوار الدوري وأكيد بعد العودة من كاس العالم أن ده نبدأ ان شاء الله بفوز على فريق يعني بنحترمه ونقول عند فريق كويس لكن كمان احنا النادي الأهلي مقدرين على الفوز من المباراة طيب رؤية حضرتك لنتائج الدوري يعني فيه لغاية دلوقتي النتائج الدوري خاصة فيه بعض النتائج النهاردة يفوز الاتحاد بصعوبة كبيرة جدا على وهادي دجلة مباراة دراماتيكية يعني يعني شايف لغاية دلوقتي الدوري المصري ازاي من النواحي الفنية وبعض الفرق اللي بتظهر بشكل اكتر من رائع وبعض الفرق اللي مستوهاها للأسف كان متوقع انها تكون افضل من كده النهاردة حتى بفراميز اتعادل واحد واحد مع البو الرؤية شاملتك اين الدوري لغاية دلوقتي مادام الدوري ما ظهرت لهش ملامح لغاية دلوقتي يعني المنطقة الوسط ما ظهرتش منطقة القاعة ما ظهرتش حتى منطقة القمة لم تظهر حتى ده دليل على ان الدوري فيه سراع قوي فيه من نفسه قوية فيه نتائج قوية فيه اصراع كبير من كل الفرق على تحقيق نتائج طيبة بنشوف فيه مفاجهات يعني من الفرق الجميلة ومميزة فرد سراميكا. فرد بتقدم كرة كويسة. وبتلعب كرة جميلة. يعني حتى بتجميرك انك توها تفرج عليها الحقيقة. يعني بيلعبوا كرة مميزة مع مدربهم هاسم الشعبان. الفرد الشعبية الحقيقة زي ما ماشي لحد كبير بسنال اسماعيلي بشكل جيد. اسوان بدأ يستعيد انتصارات ويلعب ويحق نتاج ايجابية كويسة وماشي بشكل كويس. الاتحاد بعد ما خسر المطش الاخير. النهاردة بيعمل فوز يعني درامي على على الاتحاد في الدايئة تسعة وتمانين بينجح رزاق السيب يسجل الهدف. بيجيب ثلاث نقاط غالية جدا واعتق من الاتحاد لو ما كانش كسب النهاردة كان يبقى في مأزق. وربما جهازه الفن برضو كان يبقى في مأزق. يعني حقيقة يعني. فالفوز ده يعني انقذه بشكل كبير جدا وحسن من وضعه. وان كان وضع دجلة اللي هو من الفرق اللي بتدعب كرة حلوة في الدوري. لكن نتاجها مش على على مستوى. دجلة دلوقتي اه في المركز اه تمنتاشر عنده. يعني يعني سبع سبع نوعات من طلب. يعني انهم بيعمل مطاشات حلوة جدا. يعني يعني النهاردة عمل مطاشا حلو. الحقيقة عمل مطاشا حلو وبيلعب وضع منه اكتر من فرصة. كممكن فرص تكتسبه المباراة يعني. فحتى الفرق اللي بتقتر بتقدم مباراة مباراة كبيرة يا جدا. القمة ما زالت يعني طبعا هي بين الاهل وبين الزبالك. لكن لسه الامور ما تحسميتش لحد بشكل كبير جدا. المفاجأة اجبار مفاجأ طبعا هو فريق بيراميدز. الفريق اللي اتصرف عليه آآ فلوس كتيرة جدا. الفريق الاستعام باعات كبيرة جدا من العناصر من معظم الاندية خد اآآآ اكون مايشبه منتخب. لكن في النهاية آآ مقدرش لغاية دلوقتي يحقر المطلوب تسعاتاشر نقطة. في المركز السابع. في المركز السابع. آآآ. مركز السابع. الجونة. المركز السابع ولا التاسع. آآآ لا. عندنا في المركز السابع. عندك الجونة الجونة عش النقطة بيتفوق عليه يعني الجونة افضل منه السيراميكا افضل منه اا امبي المصري المصري افضل منه يعني ما شاء الله يعني في في فيه فرق قدمت نتاج كويسة واحد برضو سعيد لنتاج المصري العامل نتاج برضو كويسة مع كابتن علي مار اه ماشيين بشكل قوي شكل مميز بحقق النتاج كويسة لأ في فيه صراع كبير جدا وفيه مفاجآت كبيرة جدا جاية في الدور خلال محمد لله ده الاسماعيل طبعا هو ما انا قلتلك يعني كل الفرق حتى الشعبية ماشي بشكل مميز بسناء الاسماعيل اسماعيل السنان دي صادمة الحقيقة يعني واعتقد ان احنا يعني سابقوا وكلمنا في حلقات هنا عن الناد الاسماعيلي على ان الادارة الناد الاسماعيل نفسها وكثرت تغيير المدربين يعني احنا كانت تقريبا كل اه ماتشين تلاتة مدرب يعني او كل الاسماعيلي كان ماشي بفكرة كل اسبوع مدرب للناد الاسماعيلي اعتقد ان ده اثر على نتاجه بشكل كبير جدا لان خلق النوع من عدم الاستقرار وخلق النوع من اللعبة برضه مش مستقرة يعني اللعبة بتديش بشكل كامل وبشكل مميز ومعهمش مدرب محافظهم حاجات معينة فكل اسبوع بيجي لهم مدرب سبع تمن رعيبة سبع تمن مدربين بيجوا في فترة وجهزة جدا اعتقد اثر على النادي الاسماعيل لكن في النهاية الاسماعيل قادر باسمه وقيمته وتاريخه وجمهوره قادر على انه يرجع تاني ونتمنى ان الاسماعيل يرجع تاني لان مش الاسماعيلي اللي يوصل الى هذه المرحلة والذين المرتبة قال لي بعض الولايات المؤجلة لكن بالنهاية الاسماعيلي من الفرقة الكبيرة من فرقة تقيلة من الاضلاع اللي بتقدم للكرة المطرية العيبة وبتقدم للكرة المطرية مواهب مميزة لان انهم حلوة الحقيقة وبينزلوا الاقاليم كلها وبينلفوا بيجيبوا العيبة باسعار يعني هادية شوية ولمعهم وقدموا لهم لنا يما نجوم ظهر على مستوى المنتخب وعلى مستوى الاندير لو دربتلك امثلة الحصرة لها الحقيقة فكل الدعم لنادي الاسماعيل ان شاء الله ان يرجع وفيه تكسيف حاليا ان يتم التركيز ان شاء الله عليه الادارة برضو بتصحح بعض الاخطاء اللي موجودة استعانت ببعض نجوم الاسماعيل زي كابتن عمد سليمان كابتن عبو جريشا موجودين دلوقتي مع الفرقة ومع النادب يصلحوا او مش موجودين في الادارة الفنية المباشرة الفرية لكن كلاجنة فنية لها رؤيتها اعتقد يقدروا يجيبوا العيبة يقدروا يصححوا بعض الامور يقدروا يقعدوا مع الجهاز الفني يقدروا يصنعوا نوع من الاستقرار في الفريق ده مهم جدا عشان يرجع الاسماعيل في طريق العودة للاصلاح وطريق الاستقرار اعتقد نادي المقاولين بفوزوا على يمكن الجولة اللي فاتت على 3-2 ورفض الادارة استقالة كابتن عماد النحاس اعتقد المقاولين ممكن جدا يعود تاني مش هقول لك يبقى من طوب فور او من الاربع الاوال لكن حيضمن مركز في المنطقة الدافئة زي ما بقوله خليني احيي ادارة نادي المقاولين على تمسكها بالكابتن المقاولين نحاس رغم الخسائر الكبيرة جدا اللي اتعرض لها المقاولين السنة ورغم التراجع الكبير جدا في النتائج ورغم الاهتزاز الا ان الادارة عارفة ان عندها مدرب جيد ومدرب يقدر ينتشر الفريق ومدرب كان معهم السنة لعدة واحد من افضل مدربين في مصر فما حابوش ان السنة دي يلقوا بالورقة ويقلوه ويطلعوه فاشل فتمسكوا بيه لللحظات الاخيرة حتى المباراة الاخيرة اعتقد ان الانتصار الاخير ده يمكن ان ورقة فصلة برضو بالنسبة للنادي المقاولين وبالنسبة لكابتن المقاولين نحاس وتأكيد على انه يقدر يرجع الفرقة يعني اعتقد انه تكسب الجنة الجنة فرقة مستهلة وماشى بشكل قوي شكل مميز عندهم مش نقطة نتيجه متازت في الفترة الاخيرة لكن من الفرقة القوية جدا مكتمل عندها عناصر مميزة في كل المراكز بتاعة الفرقة اعتقد ان المقاولين المباراة القادمة برضو هتشهد عندهم وعندهم كمان صعب انت عارف كمان من المستويات اللي بدأت من تحت شوية وكان في بعض المشاكل مع بداية السيزن نادي مصر المقصة فيه سبونسر جديد مفيش لعيبة كتير راحه سيراميكا جيل كابتن ايهاب اول المشوار كان فيه تعصر لكن دلوقتي المقصة في المركز الثاني فيه اه يعني متقدم في المباريات لكن المقصة في المركز الثاني هيلعب يوم الثلاث المقاولين فهتبقى مباراة مباراة صعبة للفريقين لو كنت سألت اي حد قبل بداية الموسم من اول فريق رشحه للهبوط كان حيرشح فريقة المقصة ليه كان رشح مقصة اولا ما كانش عندهم مدير فن الكابتن ايهاب مسيكم في اللحظات الاخيرة طبعا كان موجود بس ميشو كان فيه مشاكل وبتاعه حاجات زي كده ثانية ما جابوا استفاقات مهمة جدا ثالثا اللعب المهمة جدا المميزين عندهم في الفرقة ميشو في الفرقة بقى اتواضعها صعبة في فضائية صعبة جدا اتعاقده مع كابتن مدن نحاس والراجل حط شروطه كابتن ايهاب جلال ورجع وحط شروطه وقدم مباريات عظيمة الحقيقة ووضع المقصة في مكانه لم يكن يتخيلها احد على اصلاح يعني كل اعباله بان الفرقة تقدر تبشي وتبعد عن شبح الوجود يعني العاشر الحداشر في المقدمة بهذا الشكل اعتقد ده حاجة عظيمة جدا والفضل طبعا بعد رب اسم حتى تعالي لكابتن ايهاب جلال يعني ده دليل برضو المدرب وشخصيته وقدرته على تجمع الفريق وقل الإمكانيات قدر يعمل فرقة محترمة جدا وفرقة قيمة جدا الحقيقة بقت مميزة جدا في الدوري وماشي بشكل قوي شكل مميز يعني حاجة عدد من النقاط يعني يخليها فضائية مريحة جدا لنهاية المسابقة خلاص وبالنسبة له فكرة انه ينفس من اجل البقادة خلاص انتهت بالنسبة له وتجاوز ما الحده بيفكر في مركز متقدم اعتقد ان كل التحية لكابتن ايهاب جلال هي مدربين الليلون بصمة دايما مع فرقة صحيح ويمكن على يعني نطاق تغيير المدربين يمكن طبعا استقالة الكابتن محمد يوسف من البنك الاهلي وجهازه الفني وتعيين كابتن خالد جلال فرقة بتحقق نتائج جيدة فرقة اسوان وكابتن علاء عبد العال ويمكن الفوز الكبير على التحاد السكنداري في الجولة اللي فاتت تلاتة واحد شايف مباراة البنك الاهلي ازاي في وجود جهاز فني جديد على مستوى الادارة الفنية لفريق البنك الاهلي مع روح معنوية عالية ولعيبة على مستوى مقبول لفريق اسوان خلنا البنك الاهلي الحقيقة من الفرق اللي دعمت بصفقات كبيرة جدا في بداية الموسم وكابتن محمد يوسف قدر يشكل فرقة جبيرة جدا لكن الحقيقة الحظ ما ساعدوش انه حقق نتائج المطلوبة منه في المباريات حتى في بعض الوقت كان اقرب للفوز فيها ما درش يحقق فيها نتائج جيدة محمد يعني في البدايات كانت نتائج اكتر وراعي اه 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 اتعادل مع بيراميدز اتعادل مع الاسماعيل اتعادل مع اسموح اتعادل مع الاهلي اتعادل مع الاهلي عمل لكن الفترة الاخيرة يمكن اهو كثرة التعادلات افضل من التعادلات دي كلها وطبعا خلاص نتائج مساعدته وشف الرجل خلاص ترك مقعده ومشي وتولى الكابتن خالد جلال ومن المداربين البرضو المميزين اللي عندهم خبرات طبعا كان مدارب الفن النادي الزمالك وخد كاس مصر قبل كده اعتقد انه هايقدر يعني بدرجة كبيرة جدا يحسن من نتائج الفريق لكن اللي عجبنا اهو برضو الكابتن على عبد العيه الكابتن على عبد العيه من بئر الهزام اللي غرق فيه ده ويطلع على فوق ويحق به نتائج مميزة في ظروف صعبة لما يروح يكتب الاتحاد في اسكندرية ويحق نتائج طيبة ويكتب اكتر من مباراة حتى ماشى في الكاس كويس اه لا ماشاء الله اه طبعا تأهل لدور الستاشر فطبعا اللي هو ادر على عبد العيه بعد ما يجيه ان يضم مجموعة من الصفقات في المركات والشتوي فرقت معها الحقيقة يعني والحقيقة ان اسوان من الفرقة اللي بيتغرق جلدها كل سنة تلية اربع مرات يعني يعني السنة العادل كان عاملين فرقة مميزة جدا وكانت مميزة اللي انهى بها الكابتن احمد كشري وعمل بها نتائج كويسة وكان بها كابتن مجد عبد العاطي وكان عبدالك كابتن مجد برضو كان عامل الفرقة وكمل بها كابتن كشري الفرقة دي مؤسما هميشي راح فرق وعملوا فرقة تانية طبعا والاغرب دي واحدة من الفرقة القليلة جدا اللي ما بيرحش يلعب في ملعبه ولا ماتش اسوان حتى الان لم يلعب اي مورا في اسوان لكن خلينا اكد عليك ان الفريق الاسواني يعني من المرات الليلة اللي بيلقى الدعم فيها من المحافظة نفسها او محافظ اسوان اللي هو اشف عطيها الحقيقة من الناس اللي دعمين قوي الفريق هو برش سعيدي وحابب لكرة القدم وده بيبقى حظ الفرقة اللي بتلعب للمحافظة الشعبية كويس لو المحافظ بيحب كرة القدم بيقفوا للفرقة وبيسعيتها وبيدعمها وده كان بيفتقد اسوان والحقيقة معظم فرقة السعيد بيفتقدوا وانا بقولك ده لان عارف معظم الفرقة اللي هناك بيفتقدوا دعم الجهة الحاكمة اللي هي المحافظة ليهم يعني عكس مثلا زي الاسمعالية دايما ان المحافظة بيدعم في برش سعيد دايما ان المحافظة بيدعم في اسكندرية دايما ان المحافظة بيدعم فلازم المحافظات تدعم الفرقة دي لانها الحقيقة بتبقى متنفس للجماعية وخلي بالك إن شاء الله يعني كمان البلد في إطار تطوير السعيد على مستوى الرياضي من خلال وجود بعض الأندية لسبورتينج بناء أندية جديدة هناك في السعيد وفي أسوان يعني إن شاء الله حتى البلد بتشتغل في الجزئي ديت إن شاء الله أنا أتمنى إن كذا فرقة من السعيد فيه فرقة الألمونيوم موجود فيه طبعا أسوان غير أسوان يعني فيه فرق تظهر في السعيد لأن المنافسة في المحافظات وخاصة في المحافظات الشعبية اللي يحب للغاية هيتطلع العيبة على المستوى المنتخبات وكمان هيبقى روح الدوري حلوة روح الدوري كويسة يعني أنا من الحاجات اللي أنا بأحلم بيها في السعيد إن يكون فيه استاد عالمي وفي لوسر أو في أسوان يعني إزاي إحنا عندنا القيمة الكبيرة جدا لوسر وأسوان دي وما يكونش عندنا استداد يعني زي استاد وينبل كده يتعمل حاجة ده حلم أتمنى إن ده تحق إن كنت تقدر تجيب أحضر في العالم ويلعبه في حضن التاريخ ده في المكان المبرئ اللي مش موجود زيه في العالم في أسوان في الأسوان وتلعب تروح تلعب ماتشات في الشيطة هناك حاجة عظيمة جدا وحاجة مبهرة جدا هتمنى إنه ده يحصل وأعتقد إن الدولة مهتمة بهذا الأمر ويمكن يتكلموا في هذا الأمر كتير وربنا يستر والفكرة هي تتحقق بالمناسبة يعني كان فيه تعليمات طبعا من فخامة الرئيس لمعالي وزير رياضة بتطوير استاد القاهرة وتحويله إلى منظومة اقتصادية كبيرة جدا خلال المرحلة المقبلة اعتقدها كل شكل مختلف كبير جدا وفيه تمام بالرياضة بشكل عام على مستوى الدولة وفيه ملاعب بتنشع في محافظات عديدة وفيه إصلاح للملاعب لأنه لا نهضة لكرة القدم في مطر إلا إذا كان عندك بنية أساسية موجودة ومستقرة يعني دي الملاعب دي في كرة القدم زي الطرق في أي بلد يعني البلد اللي ما عندهاش طرق خلاص مش تتعرف تعمل نهض ممكن مطر دلوقتي بتعمل شبكة طرق عالمية على أعلى مستوى الحقيقة حاجة نفقر بها نتمنى أن الملاعب بتاعتنا كلها تكون على مستوى عالي جدا يمكن إنجلترا أول حاجة عملت عشان تطور منظومة كرة القدم وتعمل الدورة الإنجليزية دورة على مستوى العالم بيتضخ فيه مليارات الدولارات والوليارات والاسترليني لما طورت الملاعب أول حاجة بقدت بيك تطورك بالملاعب زي ما عندش ملاعب والعب كرة يعني فده مهم جدا وبلدنا فيها مناطق كتيرة لو كلمت على شرم الشيخ والغرداء بتتكلم على مناطق كتيرة جدا إن شاء الله السنين جاية تشهد يعني طفرة رياضية منشآت رياضية وأنا متأكد إن الإدارة السياسية ماشي في هذا المنهج شفت قد إيه ملاعب كتيرة جدا على مستوى الجمهورية بالنسبة للجيش وقد إيه يعني ملاعب بتقام عليها مسابقات عالمية شفنا يمكن منديال يد لما تعامل عندنا شفنا صالة عملت صالة في اكتوبر صالة عظيمة جدا عالمية صالة على أحدث مستوى في العالم حاجة عظيمة جدا نظمنا منديال يد ده في ظل العالم كله مش قادر يعمل أي حاجة حاليا بالنظم في الأيام اللي احنا فيها كاسة عالم للرماية موجودة عندنا هنا في مصر يعني بعض من الحاجات المميزة جدا البطولة الأفريقية للشباب لسه بنظمنا وشباب الطائرة وفيزين بها في وقت لعبة الطائرة نفسها على مستوى القارة الأفريقية على مدار 14 شهر ما فيهاش أي نشاط على الإطلاق بأي نوع فمصر بترجع النشاط للقارة أفريقيا كلها الحية وتتحمل مسؤولات كبيرة جدا يعني كل التحية القاملة عرضها في مصر حاجة الحية جميلة جدا حاجة تفخر بيها أكيد حتى على مستوى السكواش الملاعب اللي بتبقى على صفح الهرم وقدي بتبقى دلوقتي أصبحت يعني بطولات عالمية وكل الوسائل الإعلام العالمية بتنقل هذه الصورة الجميلة نحن نتكلم على حتى تسويق على مستوى التسويق على مستوى ظهور مصر بشكل أكثر من رائع فده على مستوى السكواش ماشيين بشكل كويس نتمنى إن شاء الله زي ما حدرت بتقول أن يكون فيه ملعب في أسوان فيه ملعب في الأقصر فيه ملعب في شرم الشريخ والغردقة نوسع يعني القاعدة بشكل كبير ليبقى فيه بنية أساسية أكتر علشان كمان ده بصالح شبابنا يعني فكل ده بصالح المجتمع بشكل عامل طبعا إضافة إلى الملعب اللي هي الملعب الرئيسية أن يتوسع برضه الملعب اللي هي الفراعية اللي تسمح بموارسة النشاط الرياضي للشباب لأنه كل ما كان عندك ملعب مفتوحة ملعب مفتوحة بالزبط يعني يعني أنا فيه بعض الدول الواحد سافرها طبعا بس الدول يعني إمكانتها أعلى منها بكتير جدا ومختلفة تلاقي فيه ملعب في الشارع على كل مستوات سؤال تنس الطاولة أو الباسكت أو ملعب كرة القدم ملعب مفتوحة للناس يعني فأتمنى أن ده نهتم به لأن ده اللي هيبرز المواهب واللي هيطلع المواهب وده يكون مهم جدا وكمان يكون فيه مسح لكل المواهب موجودة في مصر يعني أعتقد أن ده مش هنقدر نوصله إلى من خلال المدارس المدارس اللي فيها كل الأطفال ده المكان الوحيد اللي فيه كل أطفال مصر بكل مراحلهم السنية أعتقد أن احنا نقدر يعني لو اتعاملت مشاريع بدراسات علمية محددة وواضحة أعتقد أن احنا نقدر يكون عندنا اللعيبة في كل الاتجاهات في كل مجالة أنا بأكد لك الدولة ماشية في هذا الإطار وفي إخلال إن شاء الله نقدر نقول لأقل من سنة هتلاقي فروع في أنديك كتير جدا فروع لملاعب مفتوحة فيه اكتشاف مواهب على أعلى مستوى إن شاء الله بإذن الله كانت فقرة مميزة دايما معك شكرا لك شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق لفرقتنا إن شاء الله يوم الحد دي نهاية فقرتنا مع النقد الكبير الأستاذ محمد القوسي بعد الفاصل النجم الكبير الكابتن خالد جدل